اشتركوا في القناة 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 الشباب في ناس يسألوننا تدعمون يعني تعطونهم أشياء مادية قلهم لا نحن الله الحمد في ديرة خير يعني وعندنا الصندوق وعندنا كل الأشياء المادية لكن أنا كمبادر حتى كل المبادرين وكل المبدعين وكل الشباب يبون أحد يمسكهم من إيدهم يوريهم أول الطريج وهو عند الشغف عند الحب بس مو عارف من وين يبتدي ما في مكان عندنا بالكويت يعلموا من وين يبتدي هني يبتدت فو ولله الحمد عندنا رئيس رئيس منجل الإدارة شيخ عهود سالم العلي هي الدعمة الرئيسية من أول ما بطدت الفكرة هي كشخص كفرد الفكرة كلها قالت روحوا سووها يعني هم يعني الشكر موصول لها من كلنا اللي في فو كل حتى المتدربين آمنت بالفكرة من قبل لا تتأسس فلما تحجنت عن مبدعين المبدعين ترمو مجال واحد الناس تحسب المبدعين مجال الغناء ولا مبدعين في مجال المبدع مبدع في كل المجالات صحيح أنتوا مبدعين كمذيعين في مبدعين في مجال الطبخ في مبدعين في مجال الرياضة في مبدعين في مجال الإي قيمينج في مبدعين احنا عشان نقدر نلبي حق الكل خذانا تقريبا سنة ونص ان احنا نقدر نسوي مثل برامج حق تقريبا كل المجالات ونوريهم ان احنا نساندكم وامانة يمكن الناس يشوفوني يقولون بس ما رديتوا علينا وما سويتوا لنا يمكن عندنا الزعلان اكثر من الراضي لان احنا اساسا تونا صغار فهمت قصدي نبي نلبي الكل نبي نرد على الكل وان شاء الله في مجتمع صراحة ضخم في المواهب والطاقات الشبابية الكبيرة التي تتمنى ان تأخذ هذه الفرصة وتطلعنا نتكلم مع مخرجنا عن سمة الدانات وعن الوان يعرب هذه الخطط الحديثة التي اخذيتها منهجية مختلفة شون حضرتولها البرنامج هو برنامج الوان يعرب هو برنامج يعني ميداني حي يعلم الناس فنون الانتاج والعمل الجماعي اثناء عملهم على انتاج حقيقي فهو الحين الفكرة كانت الاساسية مالتها ان شلون الناس تدخل في الاهتمامات مالتهم كون من ازياء بالمنظومة الانتاجية النموذجية هذة اللي هي منها الازياء والديكور والاخراج والعلاقات العامة والماركتنج بالاضافة الى مثلا ادارة المشروع وغيرها فهذين يدخلون في الاهتمامات مالتهم وبالاهتمامات هذه كأنهم دورات صغار داخل هالمنظومة هذه اللي يشتغلون فيها على الكرنبال فهم بالاخير يتعلمون شلون يحققون ذاتهم وشلون يقدرون يشتغلون من خلال الاهتمام او الموهبة مالتهم ويسقلونها من خلال العمل مع العمل العمل بالجماعة هذه ويحققون بالاخير ظهور جدام الناس وخدمة للمجتمع زين بو شعود يمكن مثل ما قاد تختاريها من قبل شوية على موضوع سالفتنا 40 يوم هل توقع من 40 يوم هذه التكفي أن شركة فو أو الكرنبال المسويين هذة يطلع المخرجات بشكل هل تطلع الحين ما في توقع الحين ما في توقع هذا الحين شيء زين موضوع ما في توقع الحين المهرجة الكارنبال اللي صار الحين هو اللي 250 واحد اللي مشوا في الكارنبال هذا النجاح هذا النجاح هذا مخرج المخرج للعمل هو متدر أخرج ونظم 250 واحد اللي سووا الأزياء الجميلة اللي موجودين متدربين اللي سووا الموسيقى والغنى اللي موجود والكلمات واللحن متدربين هو متوقع هو نجاح أنا يمكن بنتقل لك أخترهام بعد ما سوينا الكرنبال ونجحنا استمراريتهم شلون شون خطوة لياية شون رح يقدمون بعدين يظلون معاكم في شركة فوف يلهم عطاءات أخرى مثلا الأول هذا الحين ألوان يعرب 2 الأول كمان كان هالسنة يعني أول هذا شهر 6 إذا ما نغلطان كانوا 30-40% خذوا جوب أفرز 35% منهم 35 تقريباً إلى 40% منهم من ألوان يعرب الأول خذوا جوب أفرز ثلاثة شر هناك ثلاثة سابيع طبعاً هناك ثلاثة سابيع لأننا ما نفعل الان كل حذر كرنافعل صح الان نحن وجودنا هنا عندكم بالعدالة الكل عرف أن المخرج اللي يشتغل متدرب الكاتب متدرب المغني متدرب الدزاينر متدرب فالشركات توجوهون يلقطونهم الكاتب صحيح واحد من الكتاب هم الكتاب ثنين واحد اسمه جاسم الشمالي والثاني محمد جاسم يعقوب محمد حصل له شغل وهو يتدرب أي ما شاء الله شاهدوا على السوشال ميديا وهو قاعد يتدرب وعرفوا أن الكلمات هذه مات الأغنية اللي سواها أو هم سواها حصل الإعلان وهو يشتغل هذا الفرص النجاح هذا الفرص النجاح نحن كابو واحدة من البنات من قسم إدارة المشاريع نحن كابو كلمناها قلنا له تين عندنا لأنه أنت نحن في الانتروفيو أي شركة في الانتروفيو ممكن الشخص اللي يجد دامك يعطيك أفضل ما عنده طبعا ويضع لك أحسن الشعب السي في نحن اللي قاعد نسوي حك كل الشركات قاعد نقول لهم أرض واطع هذا شغلة صح هذا شغلة رشافة عشان شلي قاعد يأخذونهم بعدين شنو تحقق الحين اللي تحقق يعني شي شي عجيب ها يعني ناس تبيت تعلن هم استعدة تحط وقت انت لما تكلم عن 40 يوم طبعا هذا صار 60 يوم على فكرة بس هالمرة صار 60 يقعدون أكثر من ثمان إلى عشر ساعات باليوم أف كل شغل مو شغل ثلاث ساعات ويضعون ويسجلون ثمان ساعات إلى عشر ساعات باليوم يكرفون وهم استانسين طبعا هذا قيد دوامهم هذا قيد دوامهم طلع من دوامي عندكم على طول ففي مجموعة تبيت تعلم فلا حد يقول ان الكويتيين ما يبونوا يتعلمون واحد في مجموعة من المنتورز والمدربين اللي معاي اللي أنا أشكرهم مثل ما اختريها مشكرتهم شبه تطوعوا يعني عشان يعلمونهم وهما ناس تشتغل بالسوق وبأكبر الأعمال اللي موجودة حاليا هما ترى دير منتورز اللي اشتغلوا وعطوهم من وقتهم لأنهم يحبون مشاركة المعلومة وهم يعني كريمين وسخيين وتحقق بعد دعم من شركة مستعدة تدعم بالفاسيليتي مالها والاستوديو كلها بالإضافة إلى الدعم المادي حق طلبة يبوني تعلمون الله طبعا فيعني لما تحققت هالثلاث عوامل صار شيء عجيب طبعا يعني اليوم تخرجوا يعني بستة الشهر يعني من شهر ستة اللي طاف اليوم احنا شهر ثلاثة سوري هاي تسعة تشر تخرجوا ثمانين واحد جاهزين لسوق العمل يا سلام جاهزين أتوقع اللي كانوا يعني سعداء الأمس اللي كانوا موجودين في مروج وشفوا الكرنفال اللي صار احنا ودنا نشوف مع بعض جزء من هذا الكرنفال ونرجع نكمل حديثنا اشتركوا في القناة انا ودي اسمع منكم الفيد باكشون كان في مروج والناس التجمعات اللي صارت على هالكرنفال اللي حضرتولها اول شي قبل قبل اوصل مروج انتكلم على الوان يعرب عشان بس اعطيكم فكرة كل الناس يعرفون الساد يعرب برحمة انه مخرج انه مخرج صحيح احنا لقع نحاول نمري الحين انه يعرب برحمة معلم مو مخرج علم المخرج اللي يشتغل صحيح فالكرنفال اللي صار والبروجيكت اللي قبله الوان يعرب يعرب برحمة علم وعلى فكرة وهم بقولها جدام واستأذنت اخو يعرب وقال لي تس اوكي ترى يعرب ما كان يابي اسم البرنامج يكون الوان يعرب وانحنا بظوء اصرينا انه لازم يحط اسمها انه لازم تكون باسمك لازم تكون الوان يعرب صحيح فالمخرجين الكتاب كلهم تخرجوا من تحته هذا شي بالعكس يمكن نفتخر فيه بسعود لما يكون مثلا برنامج او شي منظم بهذا الشكل مربوط باسمك هذا اكيد فخر بالنسبة لك وتستاهل انت بالخدمة يعني بالخدمة بهالموضوع والله جد يعني انا احب التعليم من من زمان والناس اللي اشتغلوا معاي وهذا ليش المنهج الان اللي صار اللي صار لانه هو المنهج اللي سويته بحته من الالفين واحد تقريبا اللي هو ما كان قصدي ان يكون منهج يعني ها كانوا موظفين عندي والناس مساعدين واعلمهم لانا احب مشاركة المعلومة بعد وقت من الفين وسبعتعش كنت ادور الحين صار انه تعال شنو الفكرة شنو الشي اللي يديد اللي بسوي يعني هو انا اذكر بالفين وسبعة يعني واحدة من البروجيكت اللي ذكرني هذا الحين السيف فيه ان انا اسسته الليل برنامج اللي كان موجود في قناة الوطن بذاك الوقت اسسته سبع تشهر قبل لا يطلع على الهواء فهو اللي دربت فيه المذيعين ودربت فيه المعدين اللي يدد ودربت غزية فهذا كانت اول تأسيس يعني عندي بشكل كبير وبعدين عد اشتغلت بالاخراج بشكال مختلفة الفين وسبعتعش يدت الفكرة ان انا بيعني برنامج ليش ما اسوي برنامج وخرج كوادر من الفين وسبعتعش ترى يعني انا عرفت امانته الفكرة عندك من زمان بشعود انا عرفتها على اماكن مختلفة اي ما افهمه ما احد استقبل افهمه يعني ما ادري ما اضب ريهام اللي قطيلك الفين الفين لا ما لقيتها من اول ما من اول ما كلمني لان احنا تكلمنا نفس اللغة لان احنا في فو عندنا شيء اسمه فو اي فو اي هي الفو انستوت اللي احنا ندرب فيها شباب الكويتي واحد من البروغرامس الواني عرب فلما يعرب يكلمني على الموضوع قلت لها يعرب ترى احنا الفو هب اللي عندنا منسوينا حق التدريب مثل ما عندنا تدريب بالاشياء الانتاج والاخراج وشديدة احنا عندنا هم تدريب ثاني بالفو اي عندنا تدريب اشياء ما لها دعوة بالميديا على فكرة كلش اصلا في برنامج نازل عندنا تدريب بعد رمضان ان شاء الله كل شيء ريليتد تو فاشن ويعيبين مدرسة فاشن عالمية تدريب الناس فنحنا مو بس ميديا طيب ريهام انا بتكلم عن موضوع ثاني ممكن في الفترة الاخيرة ظهرت الكثير من المنصات اللي قد تكون جز منها مشابه وغير ايش وممكن انتو تتميزون والضلون يعني نقدر نقول في هذا المستوى الممتاز احنا شكرا على السؤال لان ناس يخلطون بيننا وبين منصات علامية صح احنا مو منصات علامية والناس سووا هالخلط لان صار عندنا برنامج كنا قاعد نحاول ان احنا ندعم الشباب في مجال الانتاج نعم بس احنا مو منصات علامية نفس المنصات الموجودة في السوق بالعكس عشان شدي انا ذكرت اول شيء احنا منبر او منصة غير ربحية في كل المجالات انا بيضيف فعلا الكلام هذا انا بيخالف ايه صبر لا 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 خضراحك يعني ترى خنبسط العملية يعني ترى الناس احنا نتكلم عن شركات وبراندينج و وستراتيجيات وتحس ان يعني نقعد نتكلم عن مؤسسات يعني وشدي بس ترى هم اشخاص صحيح هي العملية مو انه يعني منصتكم وشدي ومثلا مقارنة وهم اشخاص ترى هم اذنين هي مجابر وهي وهما ناس الحين يبون بس يركزون على تطوير الشباب الكويتي الحين عاد شلون يصير هذا الناس الحين احنا متعودين تجاريا الناس يصير في شي اسما يعني مؤسسة ويصير في براندينج بس هي ترى الحين ليش متميزين لانهما ليل نهار يطالعون وين المكان اللي يقدرون يطالعون فيه وانتوا عشان بسعود متميزين حنا بكم هذا الشي اللي يعني اللي عجيب بالموضوع لما الواحد يطالع نفسكم يعني تلعبن الحين اليوم اليوم الشي قد شنو اللي يخليك اليوم تيك اليوم بفكرة يديدة بكلام يديد بشكل يديد شلون حبك للمكان حبك للعمل حبك للعمل حبك للظهار الناس باحسن صورة شفت هذا اللي شغلك هاي شغلك ونحن طماعين عشان شديد يمكن انا بسعود ومع ريهام ودي اوصل لكم هذا الرسالة اليوم يعني مثل ما تفضلت زميتي قبل شوية تكلمت عن منصات وحنا ممكن وضحنا المعلومة انه ما هي من مواصلات اللي في بالنا ولكن من غير القرص ما فيه منصات كثيرة تنتج مثلا الافلام سينمائية تنتج مثلا المسلسلات الدرامية ستحلقات سبع حلقات تعارفين الموضوع هذا يمكن اللي تعودنا عليه دايما نفو تنتج مثلا اغاني تسوي اعلانات وكذا نبي انديش بالتقييم لا انا بقول لك ليش اي لان مجالكم فالتفتوا على الاغاني وانتاج المسلسلات اللي حين انا بقول لك احنا 25 و 26 فبراير كنا مع جماعة كومفست اللي هما الشباب اللي مهتمين بالانيمي والكوموكان هذا بس انتم مو مجالكم عشان شدي ما عرفتوا عننا فهمت قصدي؟ صح كلا بس انا كنا معهم ولو تشوفهم ولو تشوف الابداعات اللي هما فيها هذاك اي شهر اري اريهم مسلسلات والبرامج توجه الناس اكثر وكل واحد شغفه انا شون قلتك بالاول كل واحد شغفه انا ما اقدر اكون مع الشباب اللي شغفهم الميديا والانتاج وانسى شباب الرياضة مثلا ولا انسى شباب الامل شن اي شو واحد اهتماماتها مختلفة انا كتعل شوف الـ E-gaming احنا عندنا بروغرام حق الـ E-gaming نفس الشي حق الرياضة عندنا بروغرام احنا فوق من شهر بطلنا اكبر دارك روم بالكويت ويمكن واحد اتوب ثري الاكبر بالميدل است كلها حق الفوتوغرفرز بالكويت لما يحمضون بالكويت لم يكن مكان هو يحمض بنفسه لازم يعطيه الفيلم والذي يصور البروفيشن الفوتوغرفر يريد اوه يحمض لانه شاف شي بعينه يريد اللون معين احنا سوينا لهم انتم مفرين لهم كل شيء سوينا لهم دارك روم كاملة فالناس اللي بالمجال الاعلامي لان مجالهم فمهتمين في هذا المجال فاقدين احنا هل موجود رح يكون في فو يعني مثلا انتاج مسلسلات او برامج موجود رح يسبه في سعود انتاج احنا انتاج مسلسلات او برامج يعني اللي ركزنا فيه مثلا واحد من اكبر اشياء اللي هو فيلم زياد الحسيني الشاي بنهني فيلم كويتي على مستوى عالمي وهو ساعدت في انتاجه في انتاج مسلسلات ميني سيريز وبرامج وردي ساعدنا شباب ان يساوون الانتاج لانهذا كان شغفهم هذا كان حلمهم وانتاجنا لهم اياه فهمت قصدي صحيح وبعدها حلو بعد ان انت قاعدت هو مو بس الفكرة مال انهم ينتجون شي حقهم ايه هو الحين اليوم مثل الحين خنقول الحين اللي دي انبستد انتو تايمس هم مرتين هم سوووا انبسمنت خرجوا ثمانين واحد ترى عادي اثنين منهم يون هنا نعم لانهم متخرجوا وقدرين وكوادر بروفشنال فهم بعد الفكرة الحين ان تعال انت قولي شنو الكوادر اللي محتاجها ونحن ندربها ونعطيكم اياها بالضبط يعني بعد هذا اهم اهم هم مو مهتمين بس انهم ينتجون انا مهتم ان انا اغير تفكير جيل اخليهم يؤمنون بالشغف اللي هم عندهم اتوقع هذا الموضوع راح يعني يقضي على مشاكل ثانية في المجتمع البطالة والمشاكل اللي ممكن تحصل عند الشباب مجرد ما هو يعني طاقته يعني يبرمجها ويدربها ويوجهها صح راح يكون عنده فرص كبيرة في النجاح انا يمكن البطالة ما راح نقدر احنا بروحنا نوقفها اكيد بس يعني هذا جزء يحل اللي نقدر نسويه ان انا لما اشعل شعلة شغف داخل شاب وهو بنفس راح يوقف مشكلة البطالة معلته الان شنو صاير عندنا الان الشباب ناطرين مسؤولين يوقفون مشكلة البطالة انا زينما انا المسؤول ممكن يعطيك جوب فس هذا الجوب انت ما تحبه ايه هذا مشكلة صح صح لكن انا اذا اي اغنايتد اذا انا شقلت الشعلة داخلك حك الشغف اللي انت في مجالك في مجالك انت بنفسك بيدك راح توقف بطالتك و انا بعطيك قصة صارت عندنا و احنا نشوفها من سكسستوري يتنبت قالت انا شغفي اني اكون ممثلة حلو ممثلة Philip Knovo و ليش متعد شركة داخله انتجا ما اعطوها واجح جديد يبنوا عن الجاهز هما I didn't eat ما يبتعوق ايه صعبت يبت لك rock بسعود مشكلة اليوم صدق فعلا نعم وجه جديد قلنا لها خلاص فلما عندنا كذا بروجيكت قاعدنا انتجه فقلنا حق المخرجين المنتجين لأن هذا كان شرط من شروطنا حق المنتج أو المخرج إنه عطوني وجه واحد جديد تبي ممثل تبي كاتب تبي كاميرامان كيفك؟ أنا أنا ما ألزمك بس أنت لازم تلزمني إذا أنا بوقع معاك إنه وجه واحد جديد أمم عطيناها من الاسم وخدوها راحت وهي بالعمل قامت تقعد كلها في ورشة الكتابة لأن ترجع لنا حولت رجعت استحت تقول لهم رجعت تقول أنا اكتشفت أن أنا مو أبصير ممثلة أنا بكون كاتبة تشفت ذاتها الحين في هالمجال لأنها اشتغلت لأنها شافت عاشت المكان الحين نزلت أول كتاب لها ما شاء الله عشان تريد أن أقول أنا لما أساعد الشخص أن يعرف الشغف ماله وهو بنفسه سيوقف البطالة مالته ما ينطر مسؤول يوقف البطالة مالته ولا نحن نقدر نحط هذا العبء على المسؤولين أكي أنا أود أن أذهب إلى جانب ثاني ممكن اللي تابعكم يدري أن أنتو يعني توجهاتكم كبيرة المواهب تستقبلون كل المواهب اللي ممكن تكون عند الشاب وتطورون منها إن كان مجالات ثانية نحن لا نتكلم عن شيء خاص في الإعلام مخرج أو كاتب أو مصور أو غيره مدرس مبدع أو رسام أو من هذه المواهب اللي فعلا يحتاجون وين يروحون توجيه تدريب لهم شو ممكن تسوي لهم أستاذ يعني نحن البرنامج ألواني عرب في الاهتمامات يعني فيه اهتمامين ملوتي يعني واحد منهم هو الاهتمام في التخصصات اللي لها علاقة بالإنتاج كلها بالإضافة إلى تطوير الذات أنا عندي يام من هنا وعندي من هناك فهو لما يدش ألوان يعرف جزء من اللي تعالت تقولها ريهام يصير في الأيام الأولى اللي أنا سميه أيام الدوزان هذه الأربعة أيام الأولى هي محاضرة حقهم كلهم أو ورش عمل حقهم كلهم واحدة منهم إنه شنو الشي اللي تحبه شون تعرفه شون تعرف انك انت عاج بك هالشي إنزاني ده هي موهبة شنو الفرق بين الموهبة والعمل مالك والشي اللي انت شاطر فى شنو الفرق بين الاحترافية و ولكن انت تكون هواية هذا يعني يعلمهم إنهم ياخذون المسؤولية إن المكان اللي انت فيه ما يفرق هاه؟ ومهما غيّرت المكان ولا غيرت الناس اللي حواليك إلا أنك انت راح تلقى ذاتك في هذا البيئة فالحين لما يون في ناس يو ترى البرنامج الحين اللي ما مشتغل فيه الحين اللي من الاربعين يون يقولوا اللي زين أنا ما عارف شنا بي قلت لأنت بالنهاية الاربعة أيام هي الاربعة أيام بروح دورة أصلا فيعني نهاية الاربعة أيام راح تعرف شنا بي فأنا أسألهم انف كوشتنز أسألهم أسئلة صح اللي يقدرون يطلعون الحين يقولون أوكي نحن أنا بيجرب على الشديد وبالدرب ممكن ويصير بعدها يصير وايد شاطر يخلص هزجوب في هذا المكان مثل محمد جاسم مثلا ياليوم خلص الكتابة مالة الكلمات ورد مرة ثانية شا يقول بعدها بيشتغل طبعا صار هو شيء يعني عطينا بعد شغلة ثانية فيعني يلقون شغفهم داخل البرنامج لأنه في ناس قاعد طالع من بعيد ويحسبون لهم يعني تحركاتهم علاقاتهم ويرشدونهم ممتاز أريد عليك على الفنانين نحن عندنا شيء اسمه نوات مثل ما عندنا ألوان يعرب عندنا نواتفو نواتفو هذه متخصصة للفنانين سواء رسامين نحاتين فنانين أنا بسألكم سؤال كم فنان تحقون بالكويت فنان من أي ناحية أي مجال فنان رسام نحات فنان وايد أكيد فنان تشهيلي أعطيني رقم أنا في واحد أحبك أندري يرسم أعطوني رقم عداد ما أعطي شيء قليل طبعا أعطوني أي رقم قليل أنا عارفتين ثلاثة حدي عشرين ألف فنان كويتي عشرين ألف فنان كويتي لكن لا نعرفهم مع الأسف لأنه لا يوجد مكان يحتويهم لا حوات الله لا يوجد مكان يحتويهم أسسنا لهم شيء اسمه نواتفو الآن نسوي لهم بوبوبس عشان يعرضون فنهم يعني حتى في سمت دانات الكرنفال حطينا لهم كورنر كامل يعني يعرضون فنهم الفنان وائد صعب يتكلم ترى ويدافع عن فنه لأنه مرئي ايه وصعب وحساس يمكن أن يصر رسالة محد يسمعه وحساس ولا ما رح يتحلطهم وأساسا هو وائد صعب يبيع فنه فهمت قصدي فيعني احتويناهم وصوينا لهم برنامج كامل وفي أحد ماسك هذا البرنامج هم من الشباب الكويتيين هذا الكلام قد قولنا ريهامي ثلج الصدر يمكن أنا بعقب هم على كرامش اللي قلتي قبل شوي طبعا نحن عارفين فو تدعم الشباب يمكن اليوم لو بتناقش معاش عن شباب مثل حقوق أنا بي أتدرب مثلا بعزف واحد يقول لك أنا بصير رسام بصير نحات بصير ممثل يروح لازم دورة تدريبية الدورة تدريبية يقولك تم تبيه والله به ثلاث شهور تدفع المبلغ الفلاني هذا صح بره فو شون تقدم يدفع يدفع عندكم يدفع بسكرة يعني أنا أقول لك يعني عشان نكون واضحين لأنني أنا توقعت أنه ما تأخذون منهم لو ما تأخذون منهم راح يقولك إنه مستفيدين لا لا أنا باقول لك أنا باقول لك يدفع المبالغ مو نفس المبالغ بالمعاهد اللي موجودة مثلا اللي برا بس يدفع لأننا نحن نبي التزام صحيح ومو عشان الدفع صحيح يدفع لأننا نحن ندربك بس نحن ندربك نحن نهيئك فهذا جزء من الالتزام إذا انت جاد لازم تدفع بالضبط صح تبين الجدية أنك تدفع نحن عشان تدير حين قاعد نقول عقوب الإنجاز والنجاح اللي صار أمس والله الحمد نحن قاعد نقول حق كل قطاع الخاص وحق كل قطاع الحكومي وأنا نقولها الحين من المقابلة أي مكان قطاع خاص أو قطاع حكومي نحن فوق مستعدين ندرب أنتم هم مو يوظفون حديثين التخرج حديثين التخرج عادة ما تعطينهم شغل طبعا صحيح يحتاجون خبرة وغير يحتاجون خبرة يبوهم عندنا يبوهم عندنا يبوهم عندنا نحن عندنا وإحنا عندنا في عسيف بعد شوي يمكن بعد اللقاء معاكم راح نشوف الناس اللي نجحت في الكرنبار راح نقابلها صح كلامي؟ نعم نعم ضبط هي سألهم عدل ويمكن في نهاية الحوار معاكم أخة الرهام لا يعطيشها عافية ما قصرت أخي بشعود إذا حب نقولون كلمة ختامية تختمون فيها يعني هذا الفقر عشان ننتقل حق زمالكم في الفقر اللي بعد لا بالعكس أنا أصريت أن المتدربين يكونوا موجودين على فكرة يمكن إحنا أول مرة نطلع عناك يعرب إحنا كنا يعني كان عندنا مبدأ أن إحنا ما نريد نطلع إحنا نريد نطلع الشباب بس لأنكم أصدقاء عزيزين فقلنا ما نقدر نرد العدالة فمشكوري مرثاني على هال اللقاء أنا أعجبني شغلة صغيرة قصة صغيرة كانت على موضوع العلوان يعرب لما يو قالوا لي أن ترى هذا يعني نبيل اسم أنا ما اتواحكت ما أدري شنو الاسم اللي أسمي فدقيت على أنا بالنسبة لي يعني المبدأ اللي بحياتي اللي عرفه يعني شملال البحر في يعني دقيت عليه ثلاثة شملال ترى يما يبون يبون اسم شخص يسمي يعني شنو شي يلوق لي والله بخمسة عش ثانية قال خمسة عش ثانية ما عدد شاي يقول لي ألوان يعرب قلت لي الله مشكور مع السلامة وصار ألوان صار ألوان يعرب يا سلام عليكم أنا أشكره اليوم على هال اسم هذا والله طبعا تحية كبيرة لشملال وطبعا عنده برنامج جهلة تحية موفق إن شاء الله في برنامجك شكراك بموصول للأخت ريهام العيار رئيس التبيدي لملصة فو وأيضا المخرج بسعود يعرب برحمة مؤسس برنامج ألوان يعرب مع الشباب